السلام حبوباتي أتمنى أن تكون وضعنا على خير سأعطيكم في المشتركة جديد أهلا وسهلا بكم معنا باللمساء المشتركة المشتركة التي يمعيني أقولوا حبوباتي أرى أن أعطيكم سأقوم بكم روتين بسيط يعني ليدين يعني يعطيك هذا الروتين يعطيك تبيض وتنعيم ليدين ويجعلك تشقق وقاط والخشونة لتكون في اليدين يعني صراحة أن هذا الروتين يعجبني يجب أن نشارك في طريقة مع حبوبتي يعني هو فيه زج حريج فيه المقشر وفيه الكريم يعني هنا قبل ما نبدأ معكم الوصفة حبوبتي عندي أراجع منكم أنكم تعملوا لايك للفيديو يعني كما تعملوا لايك للفيديو حيث يشوفوا هناك بزيف ويستفادوا منه وراني يستنع في آراءكم وتعليقاتكم ولي مش مشتركة في القناة نتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس بيش وصلها جديد الوصفات نرجع للروتين بتاعنا هذا نبدأ على بركة الله فبأول حاجة اللي هي المقشر ووش نحتاجه في المقشر انت عن هذا نحتاجه آه سكر بني أنا تجر نستعمل يعني في المقشرات في الماسكات التي تجور نستعمل السكر البني هنا لي ما عندها سكر بني يعني تقدر تدير السكر العادي أنا يعني بصحى انفضل السكر البني أنا أخذ الكمية لتكفيني يعني يعني هذه المقشر وهذا الكريم يعني تقدروا كذا يعني تستعملهم لرجليكم معادي ما فيهاش ضرر بالعكس انها يعطيكم نتيجة رائعة المكونة ثانية نحتاجه نحتاجه قليل من عصر الليمون حوالي ملعقة ونحتاجه زيت زيتون ولي مش متوفر عندها زيت زيتون يعني تقدر تدير زيت عادي الليم طيبو بيه نورمال ما فيهاش حتى اشكال ونخلطهم مع بعض هذا بالنسبة للمقشر نروحو للماسك ومعنا نوريكم كيفاش نستعمله الماسك تعنا يعني الكريم تعنا عفوا الليم نديروه وش نحتاجه فيه نحتاجه فيها يعني مغرفة زبدة يعني اي زبدة تكون عندك سواء زبدة ولا مارغارين ونحتاجه زيت زيتون ونحتاجه النشا اي المايزينة انا هنا عندي مغرفة يعني تع زبدة كما قلتكم اي زبدة تكون متوفرة عندكم ونجيب علبة ونضيف عليها مغرفة تع زيت زيتون انا العلبة تعي صغيرة ونخلط بشوية حتى نكمل يعني المغرفة تع الزيت التاعي كامل انا نمزج الزيت التاعي مع الزبدة هنا بعد ما خلطت الزيت زيتون مع الزبدة تعيت حصلت لهذا الخاليط الكريمي ونضيف له مغرفة تع نشا ونحاول نمزج جيدا يعني انشا تاعي مع الزبدة وزيت الزيتون انا نمزجهم ونرجع عليكم هنا الكريمة تعي صار جاهزة يعني بعد ما نضفت لها لانشا اي المايزيناء وخلطت المكوناة تعي مع بعض يعني زبدة وزيت زيتون وانشا تحصلت على هذا الخاليط الكريمي نبدأ الفروتين تعلينا كيف نستعملوه هنا عندي مقشرة تعي لقدرتم معكم سكر وزيت زيتون وعصير الليمون هنا يقولكم ما يكونش عندها سكر البوني يعني تقدر دير سكر عادي ولي ما يعني ما عندها زيت زيتون يعني تقدر دير زيت عادي الليم طيبو به ناخذ كمية من الخاليط بهذه الطريقة يعني ونفرق به ليدين متوعي يعني هنضير يد واحدة برق وباش نوري لكم يعني منش نضير يدها الاثنين ها لكم انا منش رح نضير بزة بس كم بعد نعود نضير ليد الاخرى يعني باش نوري لكم برق انا منش رح نقشر مليح الليد التاعي باش نبعد نضير موقشر الليدية في زوج مع بحث يعني بعد ما نكمل شغالاتي كامل يعني هنا هنوري لكم مرك هنا بعد ما نقشر الليد التاعي كما كنتوا شوفوا فيها بحركات دائرية اه مدة خمس دقائق الى عشر دقائق وبعد ذلك نشر الليد التاعي ونرجع نكمل معك هنا بعد ما قشرت الليد التاعي كما شفتوني اه رحت شليلت الليد التاعي يعني يعني انا متكون مدرج تقشير عاميق يعني بس كدوك مازال ما مدرج الليد هذه يعني ضك حاليا أتمنى أن تكون صورة واضحة يعني بعد ما درت المقشر هذه مزان ما درت لهاش نرمونا تجارة هي تبين مش أسكو صورة واضحة ولا مش واضحة أنا يعني رأيتبين عندي بورطاني ما درتش تقشير يعني مليخ لليد التائي بس كوع الجال هذه لليد باش نبعد نديرهم مع بعض كما قلتكم بعد ما نسعم المقشر هذا لليدية ونخلي يعني بمدة خمس قاقة حتى العشر قاقونا ندير التقشير لليدية ننشل لليدين التائي ونروح للكريم التائي هذا هذا الكريم يعني تديره الزجمارات في اليوم مرة الصباح ومرة في المساء يعني أي تشربوا البشرة تاعكم ثمثم بهذه الطريقة أتمنى يعني صورة تكون واضحة هاي لكم يعني تشربوا البشرة تاعكم وهنا يعني ما تخليوا الشق ذا ليدة تعكم غلف وليد تعكم بكيس بلاستيكي وللا لكن عندكم الليغون هذوك تاع البلاستيك غلف وديروا يديكم في ذوك الليغون في كيس بلاستيكي وخليوه مدة يعني من ربع ساعة حتى النصف ساعة وهوما بهذا الكريم ويديكم يعني في الصاشي وللا في ذاك الليغون تاع البلاستيك وبعد ذاك يعني بعد ما تفوت ربع ساعة ولا نصف ساعة تشلي يديك بالماء دافي نتمنى تكونوا فهمتوني يعني بعد ما تديري المقشر تبقي هذا الكريم على يدة تاعك بحركات كي مشتوني يعني هاي ثمثم تشربوا البشرة كما راكم تلاحظوا وبعد ذا وبعد ذا ييدك في كيس بلاستيكي وقسم الله ليغون عادي هذوك الليغون لاتبلاستيك اتدري فيها ليدا التيعك وخليه يعني من ربع ساعة حتى النصف ساعة وانت مريحة بالكيس البلاستيكي إذاك ويديك فيهم هذا الكريم بعد ما تفوت هذا المدة سوى 4 ساعة او نصف ساعة يعني عند هاتفين ك KASU وحسب الوقت الترحى شال ييدك بالماء الدافي يعني بعد ما تفوت هذه المدة شال ييدك بالماء الدافي ستقوني راح يتلاحظون نتيجة رائعة دوموا لهذه دوموا لهذه الطريقة راح يتلاحظون نتيجة رائعة والله هتعطيكم يدين بويض و نعمين وتتخلصوا يعني من الخشون هذي تعليقون يعني تكون في اليدين تاكم وكما قلتكم هذه الطريقة يعني تصلح هذا الكريم يصلح كذلك للرجل المقشر كذلك يعني يصلح للرجل يعني الطارقة هذه تقدروا ليدكم ورجليكم تقدرواها أسبوعيا يعني كتدروا ليدكم في هذا الأسبوع تقدروا لرجليكم كذلك هاي لكم يعني نتمنى صورة تكون واضحة أنا هذه اللي داني درت لهذه من در سلاش يعني نرمو مورا هي باينة تباني لكم المقشر استعملوها مرة واحدة في الأسبوع والكريمة هذه استعملوها يوميا ويفضل أنكم تدروها يعني صباح وفي العشية يعني ما يكونش عندها الوقت ما تدرش تديرها صباح يعني تديرها في المساء ولا تشوف الوقت اللي يناسبها يعني الوقت اللي يناسبها تدير في هذه الكريمة مقشر كما قلت مرة واحدة والكريم هذا ديروه يعني يوميا مرة في صباح ومرة في المساء ودايما كتديروه تطبقوا على يدي نتاعكم ولبسوا هذو كل اللي قون والا الصاشي وقعدوا به ربع ساعة حتى النسب ساعة وبعد ذلك أغسلوا يديكم بالماء الفاتر ستطقون يعني كون تجربوا هذا الروتين رح يعطيكم نتيجة رائعة ورح على بال بالله حتى تعجبكم وتشكروني عليها يعني نتمنى حبوباتي انكم تجربوا ما في حتى حاجة يعني مواد التعو كامل متوفرة في كرتا منزل جربوا حبوباتي ومدوا اللي رايكم فيه راني استنافي آراءكم وتعليقاتكم بالعكس يعني رحين تفرحوني وتحفزوني باش دايما نعطي لكم الحوايج اللي مجربتهم على نفسي ومتأكدة منهم نشاركهم معكم حبوباتي كان هذا والفيديو تاعتها اليوم ان شاء الله ينال اعجابكم اذا كان جبكم فيديو تاعتها اليوم دلوا لي جامك العدا وذا كنتوا المرات جاءت القناة ادعوكم الاشتراك بها وانتظروا في الاخر دمتم في رعاية الله وحظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة